كتاب الأمثال من كتب الحكمة الأمثال الفصل واحد الأمثال ينطو حكمة دول الأمثال عن سليمان ابن داوت ملك بني إسرائيل والأمثال دول يعلموا الإنسان الحكمة والأدب ويفهموا الكلام العند فاينه وبيهم هو يلقى أدب وعقل كبير ويبقى صالح ويسوي الحق والعدالة وبيهم الجاهل يلقى أقل والشباب يلقى معرفة وفكر عديل خلي الحكيم يسمعهم ليزيد علم والفاهم يلقى درب اليقود فوق نفسه ويفهم الأمثال ومعناتهم وكلام الناس اللي عندهم حكمة وحييهم الخوف من الله وأساس العلم إلا المنافقين يابو الأدب والحكمة ما ترافق المزنبين يا ولدي أسمع وصية أبوك وما تاب تعليم أمك أشان هم من مسلتاج جميل في راسك ودهم مرصوص في رقبتك يا ولدي كان المزلمين نادوك لتمشي معاهم أبا ما تسمع كلامهم أكون يقول ليك تعال نمشو نربطو الدروك ليندفقو الدم وخلاس نكجو شرك للبريين ونزرطوهم حيين مثل القبر يزرط الميتين ومثل الحاوية تشيلهم بكاملهم ونشيل كل شيء غالي ونملو بيوتنا بالغنيمة وإن تكول تلقى جسمك في أسطنا والكسيب تبقى لينا كلنا يا ولدي ما تمشي معاهم أمشي بعيد من دربهم أشان هم من يجروا للشر ويساجلوا ليدفقو الدم كجينا الشرك وكت الطير قاعد يشيفك ما عند فايدة ولكن الناس دول يكجو الشرك لنفوسهم ويربطو الدروك ليدفقو دمهم دبس طريق الناس أن ينهبوا مال الحرام وبيدا يودروا نفسهم الحكمة تنادي وتوصي الحكمة هي ذاتها تنادي في الشوارع وترفع حسها في النقاعات هي تنادي في لب الناس وفي مدخل المدينة هي تقول لي متاء يا جهال تحب الجهال ولي متاء يا الشماتين تحب الشمات ولي متاء يا المطاميس تكره المعرفة تعالوا أسمعوا لغمتي وبيدا ننزل فوق كلامي ونعلمك أفكاري أنا ناديتكو وإنتو أبيت ما سمعتوني ومديت ليكو إيدي ونعلم واحد كل ما جعلاني إنتو أبيت وصيتي وما دورت نصيحتي قلاس أنا كل نضحك وقت تقع فوق المصيبة ونشمت وقت يجو فوق الخوف ودا وقت الخوف يقع فوق مثل الريحة الشديدة ووقت المصيبة تجو فوق مثل الزوبعانة ووقت يجو فوق التعب والضيخ وبالتان كانت نادونيكو ما نريد ليكو وكانت تفتشونيكو ما تلقوني أشان إنتو كورهتو المعرفة وما خفتو من الله وخلوت وصيتي وأبيت كل نصيحتي وهسدا خلاص عيشو بنتيجة عملكو ووصيدكو دي خلي تنفعكو أي جاهل كنيابة لوامتي يموت وأي مطموس كما يهم بي يودر ولكن اليسمعني يسكن بأمان ويعيش بلا خوف من أي مصيبة الأمثال الفصل اثنين الحكمة ونتيجتها يا ولادي أسمع كلامي وأحفظ وصيتي خد بالك لحكمتي وأفتح قلبك وأفهم كلامي أيوة دور المعرفة والفهم كل أطلب حب الحكمة مثل تحب الفضة ومثل الدهب المدفون فتشة وبيداء تفهم معنى الخوف من الله وخلاص انت تعرف الرب بعرف صحيحة عشان الله ينطي الحكمة وهو بس ينطي الفهم والمعرفة الله يحفظ الحكمة للأديلين وهو مثل درجة يحمي التمامين وهو يحمي طريق الأديلين ويحفظ درب المؤمنين وبيداء تبقى صالح وتسوي الحق والعدالة وتعرف كل طريق اليوديك للخير والحكمة تدخل في قلبك وتفرح بالمعرفة انت ذاتك الفكرة الأديل يحفظك والفهم الصحيح يحميك الحكمة تقبلك من درب الفسلين وتنجيك من الناس المفسدين الياب درب النور ويمش في درب الظلام هم الفرحانين بالفسالة ويحب دائما الفساد هم من دربهم أعوك وطريقهم مكنجر وبالحكمة من الزانية تنجيك العينها وسيع وتغش بكلامها هي خلت راجلها أنا أول شبابها ونهست معاهداتها قدام إلهها اليمشي لبيتها يمشي للموت وليشيل دربها يقع في الهاوية اليفتشها ما يلقى الدرب اليقبلها ولا يلقى الطريق اليودي للحياة وخلاص يا وليدي أمشي في درب الزينين وسيل طريق الصالحين عشان الأرض العديلين بس يورسوها والتمامين دائما يسكنوها لكن العيصين من الأرض يمرقوهم والغدارين منها يطردوهم الأمثال الفصل ثلاثة الأبو يوصي وليده يا وليدي ما تنسى تعليمي وفي قلبك أحفظ وصيتي عشان هم يطول عمرك وسنين حياتك وبيهم تلقى السلام الخير والأمان ما تخليهم أربطهم في رقبتك وأكتبهم في قلبك وبيدة القرودة ونجاح سمح قدام الرب وقدام الناس اتوكل على الله بكل قلبك وما تتوكل على نفسك قدم الله في كل خدمتك وهو يسهل لك دربك ما تشيف نفسك حكيم أخاف الله وقبل من الشر وديش في جسمك ويقوي عظامك كرم الله بقدمين مالك ومن أول إنتاج زراتك وبيدة دبنجتك ينمل معاش وقربك ينمل أصير إنب يا ولادي ما تاب أضب الله وما تكره إقابه أشان الله يعاقب اليحب مثل الأب يعاقب وليدة اليريدة الحكمة عندها فائدة مبروك للنادم اللي قل الحكمة والنادم القرب الفهم عشان داء خير من ربح الفضة واخير من كسيبة الضهب الحكمة غالية من الضهب الصافي وكل شيء البريدو ما يقادرها وهي شايلة في إيتها الوحدة طول العمر وفي إيتها الآخر غنى وشرف دروبها يود في الحلو وكل طرقها سلام الحكمة هي شدرة الحياة لليقربها وليمسكها يبقى مبارك بالحكمة الله أسس الأرض وبعلمه سبت السماوات بمعرفته الممرق من الأرض والسحاب كل نزل مطرة الحكيم يعيش بالخوف يا ولدي أحفظ الحكمة والراية العديل وما تباعدهم من عينك عشان هم منروح جسمك وزينة رقبتك وبيدا خلاس تمشي بأمان في دربك وما في شيء اليطوك ريجلك كالرقات ترقود بالخوف وكان نمت نومك يبقى حلو ما ترجف من الخوف المفاجئ ولا من خراب العاصيين كان يجي عشان الله يسترك ويحفظ رجلك من الشرك الزين ونتيجته كان عندك قدرة لتسوي الزين ما تمنع للناس الحوجاني اللي كان عندك ما تقول لأخوك أمشي أمباكر تعال ننطيك ما تشيل نية فسلي ضجارك العيش بأمان جنبك ما تهارج مع نادم بلا سبب كان هما سوى ليك شي فسل ما تحسي السيد العنف وأبدا ما تشيل دربة عشان الفساد الله حرماه ولكن النادم العديل الله ينتي سره بيت العاصيين يلقى غضب الله وبيت الصالحين يلقى بركته الشمت للشماتين ولكن يرضى للمساكين الحكيم يورس الشرف والمطموس يلقى إلا العيب الأمثال الفصل الأربعة وصية الأبو أسمع يا أيالي وصية أبوك ولتفهم خدت بالك أشان المعرفة أن ننطيها ليك عديلة أبدا ما تخل تعليمي وكت أنا صغير مع أبوي وأمتي حبني أنا وليتها الوحيد أبوي علماني وقال خلي قلبك يقرب كلامي وأحفظ وصيتي وبيدا تعيش في راحة فتش فتش الحكمة والفهم وما تنسى ولا تخلي كلامي حب الحكمة وما تخليها أشيان هي تحفظك وتحميك أولا فتش الحكمة لتبقى حكيم وأنطي كل لإندك لتلقى الفهم الحكمة تعليك وكت تقربها وهي تشرفك وكت تحضنها الحكمة تخط في راسك تاج النعمة وتجملك بكدمول الشرف أسمع يا ولادي وشيل كلامي وداي كتر سنين حياتك أنا علمتك طريق الحكمة ووصفتك دروب العدالة كان تمشي تمشي بسهولة وكان تجري أبدا ما تترتع أقرب الوصية وأحفظها ما تخليها أشان هي أساس حياتك ما تمشي في طريق العاصيين ولا تشيل درب الفسلين خلي بي ما تمشي باري بطريق آخر وأمشي الناس دول ما ينوموا كما سووا الفسل وما ينعسوا كما رموا النادم أكلهم جاي من الشر وشرابهم جاي من العنف طريق الصالحين مثل ضي الصباح ونور يزيد لحد الحراية تطلع لكن درب العاصيين مثل الليل الأضلم في الظلام ما يشوف الشيء اليرميهم يا ولادي خد بالك لوسيتي وأفتح أدانك وأسمع كلامي كلامي ما تبعد من أقلك ووسيتي أحفظها في داخل قلبك أليلقاهم يلقى الحياة ويلقى العافية لكل جسم أحفظ قلبك من الشر دربها يودي للموت وطريقها يقود في الحاوية هي ما عندها حاجة في درب الحياة هي ودرت خلاس وما عندها خبر وهسه يا ولادي أسمعني ما تاب كلامي ما تمشي عليها وما تقرب لباب بيتها كما شيت لها قدام الناس تتلف شرفك وتسلم نفسك لنادم الماء يرحمك والأجانب يكسبوا مالك ولنادم آخر تنطي خدمة دراعك وتتعب وتقنط في آخر عمرك في وقت الينزل لحمك وتودر قدرتك وخلاس تندم وتقول ما لا أنا أبيت الأدبين وما لا قلبي ما قصد بلوامة الآخرين أنا ما سمعت كلام الناس اليقروني وما كرمت سساداتي اليعلموني وهسه قريب نلحق التعب الزيادة قدام الناس وقدام المجتمع أجي في مرتك الحلالك أشرب المي بيرك الحلالك ألمي الجاري من أين بيرك ما تخلي ألمي بيرك يجري في الشوارع ولا يدفك بالنقعات خلي ألمي بيرك يبقى ليك أنت وحيدك وما للأجانب المعاك الله يبارك بيرك وأفرح بالمر الأخذتها في صباك هي ليك مثل الغزالة سمحة ومحبوبة خلي محبتها ترويك بكل وقت وكون مشغول دايما بحبها ما لا يا ولادي تنشغل بحب الزناية ما لا تخلي الشهوتك توديك لمرأة آخرة الله يشيف كل خدمة الإنسان ويراقب الدرب القاعد يشيله العاصي يقع في عصيانه وزنبه يبقى شرك يقربه قلد الأدب تقتله وكترة الفساد تودره الأمثال الفصل ستة الضمين بكفي يا ولادي كان ضمنت رفيقك أو أنطيت كلام لنادم ما معروف وكو وقع في الشرك بسبب خشمك أو انكرب بسبب لسانك خلاس يا ولادي سوي مثل ده أشان انت وقع في إيدين سيد الدين لتنجي نفسك أمشي أشحدة يخليك أمشي عجلة ولا ترقد ولا تنوم أمبلز منا مثل الغزال من الشرك أو مثل الطير من إيد القناصي الكسلان في الخدمة يا الكسلان فكر في النملة وشيف خدمتها وأبقى حكيم ما عندها قاعد ولا مراخب ولا سيد ولكن تلم معاشها في وقت القطع وتخزن أكلها في وقت الدرة يا الكسلان لمتى تنوم ومتى تقوم من نومك انت تقول تنوم شية وتنجم شية وتطبق إيدينك وترقد شية وبعدها الفقر يجيك مش للسراك والتعب يقربك مش الرباط الدروك الكذاب ونتيجة عملة النادم الفصل ما نافع وخشم يقول دايما الكذب هو يسوي إشارة بعيونه ورجلينه وإيديه وده إلي يغش الناس قلبه ملام بالغش ويخطط الشر ودايما يزرع إلا الهراج بين الناس وبسبب ده دماره يجي عجلة يرحك مرة واحد وبالتام ما يلقي الإلاج الأشياء على الله يكرههم فيه ستة أشياء على الله يكرههم ودول همنا السبعة على الله حرماهم الأين القوية واللسان الحليكذب بينيه والإيد التقتل بله النية والقلب الينوي الخيانة والرجل التجري للفسالة والنادم اليشهد بالكذب الهوان واليقوم الفتن عن بين الأخوان أنقرع من الزنا يا ولادي أحفظ وصية أبوك وما تاب تعليم أمك أحفظهم عديل في قلبك وأربطهم جوي في رقبتك عشان وقت تمشي هم من يقودوك ووقت تنوم يحفظوك ووقت تقوم من نومك يوصوك الوصية هي مثل فانوس والتعليم مثل نور والعدب وإقابة يودوك في طريق الحياة وهم من يحفظوك من المرى الفسلة ومن اللسان الغشاش هنالأجنبية ما تتمنى في قلبك جمالها وما تخليها تسحرك بعيونها عشان الشرموطة تلقاها رخيصة مثل الخبزة ولكن مرت الراجل تودر حياتك الغالية تقدر تعد النار في صدرك وما تحرخ خلقانك ولا أو تمشي في جمر وما يتشرج لينك ولا نفس الشيء النادم اللي يمشي لمر الجارة كان يلعب معاها ما يجعلو بريه الناس ما يكرهو السرات وقت يسرق ليشبع نفسه لكن وقت يقربوه يكفي سبع مرات وذا يكمل كل خمام بيته ولكن الزاني ما عنده فهم وبالزنا يدمر نفسه يلقى الدك والحقرة وعيب ما يودر أبدا عشان نندلي يلز الراجل في الزعل الحار وما يرحم الزاني وكتي الكفة فوق التار ما يقبل قرص الزاني علي كفليه وكان يزيد هدايا كله ما يرد بيا الأمثال الفصل سبعة الزاني وغشها يا ولادي أحفظ كلامي ومعاك أكر وصياتي كنت دور تعيش أحفظ وصياتي ومثل ولد الآن أحفظ تعليمي دسهم مثل خاتم في إصابعك وأكتبهم في قلبك مثل تكتبهم في لوح قول للحكمة أنت أختي ونادي الفهم يا قريبي وضي أحفظك من المرض الزاني ومن مرت الراجل بكلمتها الحلوة يوم واحد أنا واقف بشباك بيتي بفرقاته قاعدني شيف بره أنا شفت واحد من الجهال وعرف كدر هو صبي الما يعرف الشي وهو فايت في الشارع جنب كان الزانية وبيبي الشيش متوجه على بيتها وفي اليوم دا بأشيه وقت الهاراية وقعت والضلام غطة خلاس المرة مرقت لاغتها والأبس لباس هن الشراميت وقلبها ملام بالغش المرة دي حركانة وعاصية وحفافة أبدا ما تقعد في البيت مرات في الشارع ومرات في النقعة وفي أي بكان هي كاجي شاركها هي كربت الصبي وحبتها شديد وشافتها في عيونها وقالت تعال اندي لحم في البيت أشان اليوم دبه ضحية السلامة العاهد بيها الله وفي شان دا أنا مرق لنفتشك ونناديك وداه لقيتك وفرشت ريري بباجو وحرير ملون الجاب من مصر وعطرت فراشي بخمرة ودخان سمخ وصندر تعال نرقد سوا لحد الصباح ونرو نفسنا بالحب عشان الراجل ما فيه في البيت وخطر مش بيت وشال مخلاتة هنالفضة وما يجي إلا في بداية الشهر يبي كترة غشها جبدتها ويبي كلامها الحلو جابتها وطواله تعبعها مثل كبشة ضحية أو مثل غزال التمشي للشرك لحد الحرب تطعنها في كبدتها أو مثل طيراي التقع في الشرك وهما يعرف كدر دا خطر لحياته وهس دا أسمع يا وليدي وخط بالك لكلامي وخل بقلبك ما يتابع مرة مثل دي ولا تروح في دروبها عشان هي رمت الناس كثيرين ضحايا وحتى القويين كلها كتلتهم وحسد أنقر بيت هدا ودرب الموت اليودي للغبور الأمثال الفصل تمانية الحكمة نادي أسمع الحكمة نادي والفهم يرفع حسة الحكمة واقفة في مشبكة دروب وفي البكانات العاليين جنب الطرق وهي تنادي في باب المدينة وتنادي في دخول الحلة وتقول يا ناس ليك أنت أنا ننادي ولبني آدم نواجه كلامي يا الجهال سولوك عقل ويا المطاميس أفهم عديل في قلوبك أسمع عشان نقول كلام مهم وخشمي يقول كلام عديل عشان الحق دايما قاعد في خشمي والشرح حرام للساني وكل كلام خشمي صحيح ولا عند كذب ولا عند غش وكلامي سمح للناس اللي عندهم فيهم وعديل للناس اللي عندهم معرفة شيء الوسيطي هي أخير من الفضة وأقرب العلم وأخير من الدهب الصافي عشان الحكمة هي زيادة من المرجان وأي شيء التحب ما يقادرها الحكمة ونتيجتها أنا الحكمة نسكن مع العقل وبيداء نلقى العلم والرأي اليخاف من الله يكره الفسالة وأنا كل نكره الكلوفية والاستكبار ودرب الفسالة وخشمل كالضاب الوصية والعقل هناي أنا والعلم والفحالية كل لي أنا وبي أنا الملوك يملك والقضية يأمر بالعدالة وبي أنا الشيوخ يحكم والحكام وكل القضية يشارع بالعدالة أنا نحب ليحبوني وليفتشوني يلقوني وننطيهم مال وشرف وغنى دايم ومكافأة ونتجتي أخير من الدهب الصافي وإنتاجي أخير من الفضة المعزولة أنا نروغ في درب الصالحين ونمشي عادين في طريق العادلين وننطي مال ورسالة ليحبوني ونملى مخازنهم بالحكمة تمت الخليقة أنا الحكمة الله خلقاني أول مثل ولد البكر في كل خليقته وأنا مخلوقة من زمان ومن البداية ومن قبل الأرض وأنا مخلوقة قبل البحر المحيط وقبل عيون الملجاري وأنا مخلوقة قبل الحجار وقبل الجبال ما يخطهم وأنا موجودة قبل ما يسوي الأرض والكدادي وقبل خليقة تراب الدنيا وأنا موجودة وكت بنى السماوات وخط حدود بينهم وبين البحر المحيط ووكت خط السحاب فوق وقوة مجاري الألمي تحت في لب الأرض وأنا موجودة وكت خط حدود للبحر أشان الألمي ما يخالف أمره ووكت خط أساس الأرض أنا الحكمة كنت معايا بنايا وهو فرح بي في كل يوم وأنا مبسوطة قداما في كل وقت وأنا مبسوطة بأرض العمر وفرح ببني آدم مبروك لليقبل الحكمة وهس أسمع يا أيالي مبروك لليشول دربي أسمع وسيتي وأبق حكيمين وأبدا ما تخالوها مبروك للنادم اليسمعني ويقيف كل يوم في بابي ويحفظ مدخل بيتي أشان ليلقاني يلقى الحياة ويلقى رضا من الله ولكن اليعصاني يجرح نفسه وليكراني يحب الموت الأمثال الفصر تزع الحكمة تنادي الناس الحكمة قطعت شعب سبعة وبيهم بنت بيتها هي دبحت ودايرت خمرها وفرشت بساطاتها وهي رسلت قداماتها وتنادي من البكان العالي عن الحل وتقول أي نادم الجاهل خلي يجي هنا وللما عند فهم هي تقول يلا أكلوا من أكلي وأشربوا من خمري الدايرته خلوا منك الجهل وتحيوا وشيلوا الدرب اللي ينطيكوا فيهم الحكيم والشماتي اللي أدب الشماتي يلقى البغادة وللوم العاصي يلقى المعيار ما تلوم الشماتي عشان هو يبغضك لكن كان تلوم الحكيم هو يريدك علم الحكيم ويلقى حكمة زيادة عرف الصالح ومعرفته تبقى زيادة الخوف من الله هو أساس الحكمة ومعرفة الله القدوس تفهم للإنسان وبيئنا الحكمة أيام حياتك يزود وسنين عمرك يطول كان حكيم حكمتك تنفعك وكان شماتي تلحم العواقب فعلك المطموسة المطموسة تعزم هم مغفلة وما تعرف شيء هي تقعد في باب بيتها وفي البكان العالي هنحلتها ليتنادي الفايتين بدربهم والماشين عديل في طريقهم وتقول أي نادم الجاهل خلي يجي هنا والما عند فيهم هي تقول الشراب المسروق لذيذ والأكل الملبط حلو هم ما يعرفوا كدردب كان الميتين ومعزومينها قاعدين في الهاوية الأمثال الفصل عشرة حكمة الملك سليمان أمثال سليمان ابن داوت الوليد الحكيم يفرح أبوه وأمه والوليد المطموس كمان يقتلهم بهمة المال الحرام ما يفيدك ولكن عدالتك تنجيك من الموت الله ما يجيب للصالحين الجوع وما ينطي للعصين الشيء القرماني اللي طبقين الإيدين يجيب الفقر ولكن الإيد الخدامة تجيب الغنى ألي لم أكله في وقت القطع عاقل زيادة ما يمشي عديل ينعرف العين التغمس تجيب البريال ولسان المنافق يجيب الودار لسان الصالح يجيب الحياة ولسان العاصي يلبد عنفة الكراهية تسبب الهراج ولكن المحبة تسامح الخطأ الحكمة تلقي في خشم الفاهم والما عند فيهم الصوت فهمة الحكمين يحخزنوا للعلم ولكن كلام المنافقين يجرب الهلاك المال الكثير يحمي سيدا مثل مدينة قوية والفقر يسبب هلاك المساكين بمال أجورتا الصالح يجيب الحياة وبمكسب حلالة العاصي يسوي الزنب اليحفظ الوصية شايل درب الحياة واليابة النصيحة يودر نفسه اليلبد كراهيتة كالداب وليقطع الناس مطموس كثرة الكلام ترمي في الخطأ ولكن اليحفظ لسانه عاقل لسان الصالح مش للفضة الصافية ولكن قلب العاصي ما عند فاينه كلام الصالحين ينفع ناس كتيرين ولكن من قلة الفهم يموت المنافقين الغنى يجي ببركة الله وبلاها كانت تعب كل ما تلقى شيء سويين الفسالة حلو للمطاميس وفتشين الحكمة حلو للفاهم العاصي يلقى الشيء اليخاف منه ولكن الصالح يلقى اليتمناه وقت الريح الشديد تجي للعاصي تشيلة ولكن الصالح سابت دايما الكسلان يضر لليخدمة مثل الدخان في العيون أو السوسة في السنون الخوف من الله يزيد العمر ولكن العاصنين سنينهم يقصروا عشم الصالحين يجيب الفرحة ولكن من العاصيين ما يلحقك درب الله يحمي التمامين ولكن يهلك الفسلين الصالحين ما يبرجلوا أبدا ولكن العاصيين ما يسكن في الأرض كلام الصالح يجيب الحكمة ولسان الكذاب ينقطع كلام الصالح يعجب وكلام العاصي كل كذب الأمثال الفصل 11 الميزال المغشوش الله حرمه والمكيال العادل الله يرضى بيه الفشار يجيب الإيب والتواضع يجيب الحكمة كمال العديلين في الدرب العديل يوديهم ولكن غش الغدارين يدمرهم المال ما ينفع في يوم غضب الله ولكن العدالة تنجي من الموت عدالة النادم التمام تعدل دربة ولكن العاصي يقع في عصيانة عدالة العديلين تنجيهم وطمع الغدارين يرميهم وكت يموت العاصي عشم يموت والمن العند في مال كل يودر الضيخ الينج منها الصالح تجي تقع في راس العاصي بخشمة الكافر يدمر جيرانا ولكن بمعرفتهم الصالحين ينجو وكت يجي الخير للصالحين الحلة تفرح وكت يموت العاصيين هي تزغرت ببركة العديلين الحلة تتطور بكلام العاصيين الحلة تتدمر النادم اليعير جيرانا قليل فيهم ولكن اليلزم لسانا عند علم الينقل الكلام يكشف العشير ولكن الامين يحفظ في قلبه كما في قيادة الشعب يقع وكثرة المستشارين تجيب النجاح اللي يضمن الماء معروفين يلبشتا ولكن الياب الضمان يعيش بأمان المرض ترحم تلقى شرف وسيد العنف يلقى المال اللي يسوي الخير يجيب الجميل لنفسه والليسوي العنف يجيب الدمار في راسه العاص يلقى ما هي ما تنفع وليزرع العدالة ماهيت مؤكدة أيوة العدالة تود للحياة ولكن اللي تابع الفسالة يمشي للموت الله حرم اللي حرم للناس القلب الأزرق ولكن رضي بالدرب الأديل أكيد الشرير ما يجعل بري ولكن زرية الصالحين تنجه مرة جميلة وما عندها عشير مش الشنف ضهف في منخر خنزير من الصالحين إلا سويين الخير وشهوة العاصيين جيبين الغضب الإجوادي ينطي وبعد كل ما ليزيت والحريص ما ينطي وبعد كل يفقر النادم الإجوادي يغنى واليزق الناس هو كل يزقه الناس يلعنوا اليخزن الغلة في وقت الجوع ولكن أن يمرك في السوق مبارك اليسوي الخير يرق رضا وليفتش الشر يلقاه الينتكل في مال يرمي نفسه ولكن الصالحين يقموا مثل قشة الخريف اليجيب البرجال في بيته يورس الزوبعان والمنافق يبقى عبد للحكيم قدمة الصالح مثل الشدرة التنطي الحياة والعند حكمة يجبت علي الناس أيوة الصالح يلقى أجرته في الدنيا دي وزياد من ده العاصي والمزنب كله يلقوا جزاهم الأمثال الفصل الـ 12 اللي حب الأدب يحب العلم وليكره الوام مغفل سيد الزين يلقى رضا من الله والفكرة هوان الله يجعل خاتي الفسالة ما تسبت سيدها ولكن الصالح سابت وعند عروق المرة عندها شرف مش التاج لزوجها والمرة العيبة مش السوسة في عضم راجلها أفكار الصالح كلها عدالة ولكن نجات العاصي كلها غش كلام العاصيين شرك الموت ولسان العديلين يجيب النجا بيت العاصيين يقع ويبقى ما فيه ولكن بيت الصالحين سابت وقوي العقلة تمام يلقى شكر ولكن القلب أزرق يلقى معيار أخير تبقى مسكين وقدام واحد بس عندك من تكولف وتنفخ بطنك وما الضام عشتك الصالح يريس حتى بهيمة ولكن العاصي ما عند محنة اليحر الأرض يجبع بالأكل ولكن اللي تابع الهوى قليل فيهم العاصي يطمع في مال الشريرين ولكن سبات الصالحين بعوروكم يجيب فائدة اللسان المزنب شرك للفسلين ولكن الصالحين يمرق من الديخ بنتيجة كلامه النادم يشبع بالخير وآي نادم يلقى حسب السوة إيدة أي منافق يقول هماش عديل ولكن اليسمع الوصي حكيم عجل المنافق يوصف زعلة والعاقل يسكت ويلبت إهانته اليقول الصحي يثبت العدالة ولكن اليشهد بكذب يثبت الفسالة اليحجي بلا فكر كلامه يجرح مش للسيف ولكن كلام الحكيم يجيب العافي الكلام الصحيح دايما سابت والكذب مراحيل قصار اليوني الفسالة قلب ملام بالغش ولكن اليهدي بالسلام يجيب الفرح الصالح ما يقع في أي شر ولكن العاصي يقع في المصائب الله حرم اللسان الكذاب ولكن اليقول الصحي يلق رضايا النادم العاقل ما يفاشر بعلمه ولكن قلم المطموس يقبل النفاق النشيط في الخدمة يبقى سيد للناس والكسلان يبقى عبد للناس الهم للإنسان ويعقلب ولكن الكلام الحلو يفرح الصالح يقود رفيق عديل ولكن درب العاصي يودر الكسلان ما يقدر يتش لحم سيته وشرف الإنسان هو نيت في الخدمة طريقة العدالة عند الحياة أيوة أكيد هو درب الماء عند موت الأمثال الفصل 13 المؤدب يشيل وصية أبو وأمه ولكن الحقار ما يسمع اللوامة اللسان الحلو يجيب الخير لكن الغدارين نيتهم إلا العنف الحفظ لسانه حفظ نفسه الطلق لسانه هلق نفسه الكسلان يتمنى وما يلقى ولكن النشيط ينجح ويشبه الصالح يكره الكذب العاصي يسوي إلا العفانة والأب العدالة تحمل ماشي في الدرب العديل ولكن الزنب يدمر العاصي ده يقوله غني ولكن ما عند شيء وده يقوله فقري وعند كل شيء الغني بمال يفدي نفسه ولكن الفقري ما في نادم يقرب نور الصالحين يفرح وضي العاصيين يموت في بكان الاستكبار فيه هراج وفي بكان اليسمع الوصية فيه حكمة المال التلقى من الحرام مثل الريح ولكن التلقى من وخر جزيت العشم كم يطول يمرد القلب والمنا كان الحقك مثل شدرة الحياة الأب الهداية يلقى خسارة ولطبق الوصية يلقى المكافعة تعليم الحكيم يجيب الحياة مثل العين المي ويبقت من شرك الموت العقل العديل يجيب الرضا وطريق الغدارين يروح في الهوى أي نادم عاقل يخدم بمعرفة ولكن المطموس يوصف نفاخه المرسال الهوان يقع في الشر والأمين يجيب السلام الفقر والإهانة للياب الأدب ولكن اليخبل اللوام يشرفوه يبقى حلو للإنسان كمنايا الحقك والمطموس يشيف حرام لي يترك فسالته اليروغ مع الحكمين يبقى حكيم وليرافق المطموس يلقى الفسالة البلاء يتبع المزنبين والخير يجي للصالحين الراجل الزين يخلي ورست لإيال إيالة ولكن المزنب مال يضم للصالحين زراعة المساكين تجيب إنتاج كثير ولكن إنتاج هذا الظلم يودره اليريد سخيرة يأدب ولكن الماء يضرب سخيرة يكره الصالح يأكل ويشبع نفسه ولكن العاصي بطن ما تم لي أبدا الأمثال الفصل 14 المال اللي عندها حكمة تبني بيتها والمنافقة بنفسها تخرب بيتها الماشي في الدرب الأديل خايف من الله والشاي للدرب الأعوج عاصي الله كلام المنافق الفشار يجي بليه الدك ولكن اللسان الصالح يحفظه كما في تيران هنا الحرات الدبنج يبسه ولكن بقدرة التيران يكتر المعاش الشاهد الأمين ما يكذب ولكن شاهد الزور كلام كل كذب الشامات يفتش الحكمة وما يلقاها ولكن المعرفة للفاهم لقاها هين أمشي بعيد من المطموص عشان ما تلقى علم من كلام حكمة العاقل هي فيهم طريق حياته ولكن طماثة المطموص تغش هدية الغفران هن المنافق تشمت فوقه ولكن العديلين يلقوا رضا الله القلب هو يعرف وجعته وفرح تقول ما يقسمها مع الآخرين بيت العاصين يدمر وخيمة العديلين تعمر فيه درب ينشع في عيونك عديل ولكن في آخر تلقى الموت مرات الضحك يلب التعب القلب وممكن آخر الفرح يكون حزن سيد القلب الهوان يلقى نتيجة خدمته وليمشي عديل يلقى مكافأة زيادة الجاهل يصدخ بكل الكلام اليقول لي والعاقل يفكر حتى في البكان اليخط فوق رجلة الحكيم يخاف ويباري الخطورة المطموس ماشي وعند ضمان في نفسه الزعال هو مطموس ولينوي الفسال مكروه الجهال يورس إلا النفاق ولكن العلم يبقى تاج للعاقل الفسلين يسجد للزينين والعاصين يشحد في بيبان الصالحين الفقر يكره ناسا القريبين والغني اليحب كتيرين اليحق الجيران يزيد زنوبة ولكن مبروك لليحن في المساكين الينوي الفسال يودر نفسه والينوي الخير يلق رحم وأمان اليخدم بوغرة يلق نتيجة ولكن كلام ساكت وحيدة يجيب الفقر الغنى التاج للحكيم والمنافق مطموس ويقعد بنفاقة اليشهد بالحق ينجي الناس وليشهد بيكذب غشاش الخوف من الله يأيشك في أمان كامل وأولادك يلقو بكان يلجأ ليه الخوف من الله مثل عين ألمي التنطي الحياة وينجيك من الشرك اليجيب الموت كثرة الشعب شرف للملك وقلة الشعب خراب للحاكم الما يزعل أجل يوصف فهم للناس لكن الزقال يوصف كذرهما عند راس القلب الطيب ينطي حيال جسمك والقلب الحسود مثل السوسة في عظامك اليظلم المسكين يحقر خالقة ولكن اليحم في المسكين يمجده العاص يقف فسالته ولكن الصالح حتى في موت يلقى ملجع في قلب الفاهم تسكن الحكم ولكن في قلب المطموس العدالة تشرف الأمة ولكن الزنب يعيب الشعب الخدام الفهيم يلقى رضا من الملك ولكن اليجيب الايب يلقى غضبه الأمثال الفصل الخمستاشر الكلام البارك يهدي الزعل ولكن الكلام الحار يقوم لسان الحكيم يجمل العلم ومن خشم المطموس يسيل النفاق أي بكان عين الله راخبة والزين والفسل كل تشيفة الكلام الطيب مش الشدرة الحياة والكلام المر يجرح القلب المنافق ما يسمع وصية أبوه لكن العاقل يقبل وكت يلومه بيت الصالح عند أكتر غنى وربح العاصي يجيب مشكلة قشم الحكيم يزرع المعرفة وقلب المطنوس ما يسوي مثل ده ضحية العاصين الله يحرمها وصلاة العديلين الله يقبلها درب العاصيين الله حرماه وليريد العدالة الله يحبه العقابة الشديد يطلق الدرب وليكره اللوامة يموت الموت والهلاك كل مكشوفين لالله الله ما يكشف قلب بني آدم بزيادة ولا المستكبر ما يقبل اللوامة ولا يزور عندهم حكمة فرحة القلب تنور الوجه وتعب القلب يتعب النفس القلب الفاهم يفتش العلم والمطموس يدس في خشم إلا النفاق كل يوم النادم الحزنان تعبان ولكن القلب الفرحان يعيد دايما أخير فقران خايف من الله من غني عايش بالمشاكل أخير تاكل فقوس بمحبة من تاكل لحم سمين بكراهية الزقال يقوم الهراج ولكن الصبور يهدي المشكلة درب الكسلان محوق بشوك ولكن طريق العديلين دايما مفتوح الوليد الحكيم يفرح أبوه ولكن المطموس يحقر أمه قليل الفهم يفرح بطمسته ولكن الفاهم يعدل دربه قلة المشاورة تفشل الهدف ولكن بكتلة الوصايا ينجح الرد الحلو يفرح الإنسان والكلام يجي في وقت كل حلو طريق الحياة للآجل يودي فوق وبمثل دا ينجح ما ينزل في الهاوية الله يخرب بيت المستقبر ويحمي أرض الأرمرة ما تودر الأفكار الفسلين الله حرماهم ولكن الكلام البارد حلال اليجري ولا المال الحرام يبرج البيت لكن الريكره الرشوة يطول عمره الصالح يفكر عديل حتى يكلم ولكن الفسالة تسيل في خشم العاصي على العاصي يبعد وللصالح يسمع دعاية الوجه الضاوي يفرح القرب والخبر حلو ينشط الجسم اليسمع دروس الحياة يعيش مع الحكيمين الأب الوصي أب نفسه ولكن السمع اللوام يلق عقل الخوف من الله يزيد حكمتك كانت دور الشرف مسكن نفسك الأمثال الفصل 16 الإنسان يشيل النية في قلبه ولكن الله بس سيد القرار كل خدمة الإنسان سمح في عيونه ولكن في قلب الإنسان الله بس يوزنه خد خدمتك في إيدين الله وكل شيء التي تتمنى يلحقك الله خلق كل شيء لهدف حتى العاصي كل خلق ليوم العقاب الله حرم الاستكبار أكيد سيدا ما يجعلو بريه سيدا الخير والأمان خطايا يسامحوه والخوف من الله يبعد من الفسالة وقت الله يرضى بعمل الإنسان يسهل لي السلام مع العدوان أخير تلقى شيء بالعدالة من تلقى كثير بلا حق قلب الإنسان يفكر في الدرب اليشيل ولكن الله بس يقود خطواته الملك والعدالة كلام من الله في خشم الملك في الشريعة لسان ما يميل الميزان العادل الله يرضى بيا والمكيال العديل هو بس سبته الملك يحرم عمل الشر عشان بالعدالة بس ويسبد الملك يرضى بالكلام الصحي ويحب ليكلم لي بالحق غدب الملك يجيب الموت والراجل الحكيم يصبره فرح الملك يجيب الحياة ورضايا مثل السحاب الرشاش كيف تعيش مع الناس كان تلقى حكمة ده أخير من تلقى ضهب وكان تلقى فيهم ده أخير من تلقى فضة درب الناس العديلين يبعد من الفسالة الحفظ ضربه حفظ نفسه قبل الخراب الاستقبار وقبل الوقعان الكبرياء كانت مسكن نفسك وتقعد مع المساكين ده أخير من تقسم الغنيمة مع المستكبرين اللي يفكر عديل في الوصية يلقى الخير ومبروك للي توكل على الله القلب حكيم ينادو فاهم خيرا عضي شلوفته يسوي الفسالة الشيب مش التات شرف في راس سيدة ما يلقي إلا بالعمل الصالح الدائم الما يزع العجلة أخير من الفارس وليملك نفسه أخير من اليقلع المدينة اللي خطط يصب الوضع ولكن اللي يقرر هو الله الأمثال الفصل 17 أخير تاكل إيش قرقاش بالسلامة من تاكل لحم عذر بمشكلة عبد آقل يملك في وليت آيب هنا السيدة وفي أسط إيال السيدة يلقى ورسته بالنار الصياغي يصفي الدهب والفضة ولكن في القلوب الناس الله بس يكشفه النادم الفصل يخد بالا للكلام الشين والكذاب يسمى الكلام اليخرب اليشمت للمساكين يحقر خالقهم وليفرح بدمار الآخرين ما يجعلوا بريه عيال العيال تاج لجدوتهم والأبهات شرف لعيالهم الكلام الأديل ما بوافق للمطموس والكلام الكذب ما بشابه للحاكم الرشوة مثل سحر في فكرة النادم الينطيها في أي بكان يوجه ينجح اليسامح الخطأ يفتش المحبة وليحج في الخطأ يفرق الرفقان باللوام يفهن النادم الفاهم وبيمية ضرب كل المطموس ما يفهم النادم الفسل يفتش إلا عمل العاصي ويجيب لنفسه عذاب بل رحمة أخير تقابل مرض الدود المودر يالها من تقابل المطموس ونفاقة هل يبدل الخير بالشر الشر ما يكس من بيته بداية الهراج مثل المس قبال ما يعكلك أمر نفسك أشياء اتنين الله حرماهم تبر الغلطان وتغلط البري شنو نفع قرس في إيد المطموس هل يشير بي حكمة مستحيل وما عند راس الرفيق يحبك في كل وقت وولد ضمك ويلده ليساعدك في الضيق إلا قليل الفهم يدق صدره ويضمن قريبة اليحب الهراج يحب الخطأ وليوصف نفسه يجيب لها الدمار القلب الأزرق ما يلقى خير واللسان الكذاب يجع في الشر اليلد المطموس يلقى الحزن وابو المغفل كل ما يفرح القلب الفرحان يشي الجسم والقلب الحزنان يبس الجلد العاصي يشيل الرشوة بسر عشان يعوج دروب الشريع الفهم يخط عين في الحكم ولكن المطموس كامل ما يوجيها الوليد المطموس يجيب الحزن لأبوه ولأما الولدته يمر لها الحياة ما عديل تعاقب الصالحين وما عندك حق تدق المكرمين سيد المعرفة ما يكتر كلاما وسيد الفهم هادي في نفسه حتى المنافق كان سكت يجعله حكيم وكان سد قدومة يجعله فاهم الأمثال الفصل 18 مفارق الجماعة يتاب شهوت ويقوم ضد كل فكر نافع المطموس ما يفرح بالراية الأديل هو يوصف إلا القلب يقول ليه العصيان يجيب الحجرة والمعيار يجيب الأيب كلام الإنسان مثل الألم الغريق الحكمة مثل الألم الجاري من العين ما عديل تنصر العاصي ولا تظلم الصالح في الشريع كلام المطموس يجيب الهراك ولسان يجيب الدواس كلام المطموس يهلك ولسان الشرك لنفسه كلام القوال مثل الحلاوة تاكل وينزل في بطنه اليخدم بكسل وليخرب الأمل هم من دول أخوان قسم الله مثل بيت طويل وجوي الصالح يطلع فوقه وشي ما يلحقه الغني يتوكل في ماله مثل حل جوي ومثل دردر ويحسب شي ما يلحقه قبل الخراب الاستقبار وقبل الشرف التواضع اليلود في الكلام قبال ما يسمع يوصل نفاقه وعيبه القلب المرتاح يحمل المرض ولكن القلب الحزنان ياتوي شجع الفاهم للمعرفة يلقاها والحكيم كله يفتشها هدية الإنسان تسهل لي دربه ومع الكبارات كله يتقابل اليهجي أول الناس يحسبوه عند حق ولكن وقت قبيل يحجي يكذبه أمعيادات توقف الهراج وتحاجز أمبينات الشدات زع الأخوك زريبة بينه وبينك والهراج يكفل قلب منك من كلام خشمة الإنسان يملبطنه ويشبع من نتيجة لسانه اللسان يجيب الموت والحياة اليحب الكلام يلحمل نتيجته الليجي زوجة لقي الخير والمر نعم من الله الفقري يشهد بكلام لين ولكن الغني يرد بكلام جفي أخير عندك رفيق يحبك زيادة من أخوك من عندك رفقان كتيرين الليضروك الأمثال الفصل تسوة عشر أخير الفقري ماشي بصحيح من مطموس يحجي بكلم النية في الخدمة بلا معرفة ما عديله والعجلة ترمسيتها في الخطة نفاق الإنسان بس يتلف دربة وبتانه يقوم يزأل ضد الله الغنى يكتر رفقانك ولكن الفقري رفيق كل يابه اليشحد بكذ ما يجعله بريه والكذاب كل ما ينجه بكلام حل ناث كتيرين يقربوا للمسائيل والينطي الهدايا أي نادم رافجة الفقري أخوانا يا أبو ورفقانا كل يبعدوا منه كان يحجي كلام كل ما في نادم يسمع اليلقى الحكمة يحب نفسه واليحفظ أقلا يلقى الخير واليشهد بكذب ما يجعلو بريه والكذاب كل يدمر ما بشابه للمطموس يعيش في الراحة وزياد من دا كان الأبد يحكم في الملوك الروحة الطويلة اللي للعاقلين الإنسان يشرف نفسه كان يلحم الخطى الآخرين غضب الملك مثل جرقران الدوت لكن رضايا مثل المطر للقش أكبر مصيبة للأبو كان وليده مطموس والمر المخالف مثل النقاط الألمي البيت والمال يلقو ورس من الأبهات ولكن الزوج الموافق الله بس ينطيها الكسل يلس في النوم الشديد ولطبك إدين يموت من الجوع الحفظ الوصية حفظ نفسه وطلق الدرب ودر نفسه المحن في المسكين دين الله يكفي لسيدا أدب وليدك وقت عندك عشان فوق عشان أنت ما تكون سبب موت واجب الزآل يكفي خسارة فعله كان قلت تكفي ليا يسوي بتان أسمع الوصية وأقبل الأدب عشان في الأخير تبقى حكيم الإنسان عند أهداف كتيرين ولكن قرار الله بس اليكون عديل للإنسان يكون أمين أخير فقري من تكون كالضاب الخوف من الله يجيب الحياة للإنسان أي مصيبة ما تجي وينوم بأمان الكسلان يدس إيدا في القدح لكن لخشمة كل ما يقدر يجيبها أضرب الشمات الجاهل يلقى عقل لوم الفاهم ويلقى معرفة ألي تعب أبو ويطرط أما يجيب الأيب والشمات السوى يا ولادي كما تسمع الوصية تبعد من كلام المعرفة الشاهد المنافع يشمت في الشريعة ولسان الآصي إن دا إلا الظلم الإقاب سابت للشماتين والفرش لظهر المغفلين الأمثال الفصل العشرين الكوشات تلس في المعيار والبلبل تلس في الدواس السكاري كان يسكر دايما يبقى نادم الماع عند راس غدب الملس مثل القرقران الدوت كان تلعب بيتموت أياب المشاكل يوصف شرفة ولكن المنافق للهراج يفتش في وقت الخريف الكسلان ما يحرد وفي الدرد يفتش نتيجة وما يلقاها الفكر في قلب الإنسان مثل الألم في بير طويلة إلا الفاهم يقدر يسله كثير من الناس يستقبروا ويقولوا عندهم خير ولكن سيد الأمان وين يلقي الصالح يقيش تمام مدة حياته ومبروك لعياله من بعده وقت الملك قاعد يسوي الشريع ومثل يغربي الغلة يعني يفند الخير من الشر ياتو يقدر يقول أنا طهرت قلبي وبتام ما عندي أي زنب الله حرم الوزن والمكيال الماء سابت واحد للشري وواحد للبيع حتى الصبي ينعرف بأعماله كان أفعاله صافيين وعديلين الأضانة التسمع والأين التشيف همنا الاثنين الله بس خلغهم كان تحب النوم تفقر كون واعي أشان تجبع في السوق اليشري يقول دشين دما سمح ووقت يقبل بيته يشكر السوق الدهب موجود والمرجان كتير ولكن الزينة الجميلة مرة واحد هو اللسان الينطي لعلم اليدمن نادم ما معروف شي الخلق وكان يضمن أجانب أكرب مننا ضمان المار الحرام أكل حلو للإنسان لكن في الأخير يبقى لي مثل حصحص في خشمة بالشورى الخدمة تبقى قوية وقود الحرب بمعلومات اليكشف الأشير هو خاين والقوال ما ترافقة اليلعن أبو وأم نور يموت في أطس ظلام المال التلقى عجلة في الأخير ما عند بركة مات الكفة الفسالة ألسوها لك اتوكل على الله وهو ينجيك الله حرم تسوي مكياد للبيع ومكياد للشري والميزان هنالغش كلا منا نقرع الله بسأل يقود خطوات الإنسان وبني آدم ما يعرف شنو في طريقة وكت تسوي معاهدة بلا فكر مع الله دشرك لك أشان بعدين تفكر في معاهدتك وتندم الملك الحكيم يدق العاصيين في المدك وبعدا يرحكهم فكر الإنسان هو فانوس الأله ينطي وبين الإنسان يكشف داخل قلبه الخير والأمان يحمل ملك وبخير يقوي ملكه القدرة جمال للشباب والشيب شرف للشياب الفرش دول الفسالة والدقين شفل القلب أمثال الفصل 21 قلب الملك مثل الألم الجاري اتهت مراغبة الله والله يودي في أي بكان لدور أي نادم يحسب هماش عديل ولكن الله بس يكشف الف القلب طبقين الحق والعدالة أخير لأله من قدمين الضحايا العين القوية والقلب المتكبر وشرف العاصيين هم من دول كلهم زنوب عدف الراجل النشيط أكيد يلحقك ولكن قلة الصبر تود للفقر المال اللي يكسبوه بكدب مثل ضل الضحا الزوال وأكيد هو شرك لليجيب الموت عنف العاصيين يخربهم ماله عشان أبو ما كرموا الأدالة المجرم درب عوج والصافي عمل عديل أخير تسكن وحيدك في راس بيتك من تعيش مع مرض تخالفك الزعل والرشوة في الجيب تبرد الغضب الشديد سويين العدالة يفرح الصالحين ولكن يخوف الظالمين أي نادم اليطلق طريق العاقلين بسرعة ينجم مع الميتين اليحب يقيش في الحلو دايما فقري واليحب المريس واللحم ما يبقى غني العاصي يتعف في بدل الصالح والغدار في بدل الزين أخير تسكن وحيدك في الخلع من تعيش بخلاف وهراج مع المرأ في بيت الحكيم في مال مضموم والدهن مخزون ولكن المطموس يشتت اليلقى اليفتش العدالة والخير يلقى الحياة والعدالة والشرف الحكيم يقوم ضد مدينة الفراس ويرمي دردرها اليأمنهم الحفظ خشمة ولسانة حفظ نفسها بعيد من التعب المستقبر الفشار اسمه شماتي عشان كل عمل استقبار من الكسلان يقتله عشان إدينا أبو الخدمة الكسلان دايما يطمع ولكن الصالح ينطي بجوت ضحية العاصي الله حرمها وكان يقدم بنية فسله ما تبقى حرامة زيادة ولا اليشهد بكذب يدمر ولكن اليسمع دايما عند حق يلكلم الراجل العاصي يوصف نفسه ولكن النادم العديل يسب الدربة كل الحكمة والوصية والفهم الإنساني ما عند قيمة قدام الله تقدر تجهس خيلك اليوم الحرب ولكن النصر جاء من الله الأمثال الفصل 22 الأصم الطالق أخير من الغنى الكثير وإحترام 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 الآخرين أخير من الفضة والضعب الغني والفقري هم من سوا سوا أشان الله بس خلقاهم العاقل يشيف الشر ويباريه ولكن الجاهل يقع فوقه ويآزيه المسك النفس ويخاف من الله يلقى الغنى والشرف ويزيد عمره في درب القلب أزرق في الشوك وشرك ولكن اليحفظ نفس يبعد منهم أدب الصغير وكتو صغير وكان بيقي الشايب كله ما يخلي أدبه الغني يحكم في المساكين وليشيل الدين يبقى عبد لليدين اليزرع الظلم ينتج الفسالة وعصات ملكة اليعزب بيها تتدمر الإجواد يلقى بركة أشان يأكل المسكين أطرد الشمات والهراج يقيف والخلاف والمعيار كل يكمل القلب طاهر ويهجي بالخير الملك يبقى رفيق الله يحفظ المعرفة لكن يبرجل كلام الغدارين الكاسلام بقول كي فيه دود برة كم مرقت في الشارع يشرط بطني لسان الزانية هويري مزدودة بيقش الألا الله غضب عليها يقع فوقها كش قلت الفهم مربوطة بقلب العيال لكن صوت الأدب يبعدها منهم ليظلم الفقران ليغنى أو ينطي هدايا للغني النادم دا يفقر نفسه أمثال ثلاثين هنالحكمة فق أضانك وأسمع كلام الحكيمين وخد قلبك للمعرفة الاندي أخير قد تحفظهم في قلبك وخش من دائما جاهز يكلم بهم واليوم نعلمهم ليك انت قل أشان تتوكر على الله دا هو أنا كتب ليك ثلاثين مسل هنوصايا ومعرفة أشان نعرفك الصحيح هنالكلام الحق وتقبل لرسلك بكلام الحق ما تظلم المسكين أشان هو ضعيف وما تسج ليا باب الشريئ أشان الله ذات يبقى ليا محامي ويعاقب الظالم لحد يشيل روحك ما ترافق الدائما زعلان وما تمشي مع الغضبان أشان ما تسوي حالك مثل حالة وترمي نكسك في الشرك مش الشركة ما تبقى من الناس اللي دقوا صدورهم ويضمنوا المديون أشان كما عندك التكفي بيا يشيل حتى سريلك التنون فوقه ما تحول علامات الحدود الزمان أبهات خطوهم شيف النادم اليعرف خدمت مرة واحد ويخدم للملوك وما للناس العاديين الأمثال الفصل 23 كان قعد تأكل مع الحاكم فكر تمام في قدامك كان بطنك وسيئ أخير تملى نفسك ما تقرم للأكل الحلو طعام يغشك ما تعيي نفسك في شان المال أعرف ما تتنجم ما تخط عقلك في المال وما دايم ويسوي جناحي مثل الصقر يطير ويمشي يخليك ما تأكل عيش الرغبان وما تقرم للأكل الحلو عشان هو عند فكر آخر في قلبه هو يقول لك آكل وأشرب ولكن ما من قلبه وخلاص انت تقضف اللقمة الأكلتها والشكر الشكر تلي كل يفوت في الريح ما توصل مطموس عشان هما يشيف فايدة كلامك ما تحول علامات الحدود الزمان عشان تشيل من زرع الأتامة اليحميهم قادر وهو يدافع لهم ضدك وجه نفسك لتعليم الأدب وخد أضانك لكلام المعرفة ما تخلي أدبين الولاد كان تفرش بالصوت ما يموت كان فرشت بالصوت نجيت من الموت ياو لدي كان قلبك إملا بالحكمة قلبي أنا كل يملي بالفرح أنا نمبسط زيادة كان لسانك يقول الحق ما تحسد المزنبين ولكن أخاف من الله كل يوم وبيدا تلقى مستقبل سمح وعشمك أبدا ما ينقطع أسمع ياو لدي أبقى حكيم وخد فكرك في الدرب العديل ما تقعد مع شرابين المريسي ولا تمشي مع أكالين اللحم عشان السكاري والأكالين يورسوا التعب ومن شدة الأجس يلبسوا إلا الجناق أسمع كلام أبوك الولداك وما تكره أمك كان بقت أجوس كله فتش الصحي والحكمة والأدب والفهم وكت تلقاهم أقربهم قوي الان دولاد صالح يفرح زيادة واليلدة دولاد حكيم ينبسط منه خلي أبوك وأمك يفرح عبك وأمك الولدتك تنطط من الفرح يا ولادي أنطيني قلبك وخط عيونك في دربي مرت الراجل مثل بير ضيخي المريكي منها صعب أيوة الزانية مثل هويري الما عندها حد أشان هي مثل ربات الدروب الكارس تزيد عدد الرجال البخون عوينهم المريسة ما عندها ريسة لا يأتوه التعب والفقر ولا يأتوه الهرج والشكوى ولا يأتوه الجروح بلا سبب ولا يأتوه حمار العيون وده كل كيه ليطول في السكر وليجرب أي مريسة خلي حمار المريسة ما يعجبك ولا تشيلها وكترار في الكاس طعمتها حلوة في لسانك لكن في الأخير مثل الضيانة الدابي ومثل سم أمشي ديقات عيونك يشيفو اتنين اتنين ولسانك يقول كلام ما عند معنى تبقى مثل نادم راكت في سفينة التنهزة أو مثل نادم راكت في مركبة أشايلها الشلال وتقول فرشوني والفرش ما وجعني ودقوني وأنا ما حسيته وتقول بطان ما تنقم ونفتش نشرب الأمثال الفصل 24 ما تحسد الفسلين وما تحب تمشي معهم عشان لسانهم يكلم بالخراب وقروبهم مليانين بالظلم بالحكمة البيت ينبني وبالفهم يبقى قوي وبالمعرفة ينملي بخمام غالي وجميل الراجل الحكيم دايما عند قوة والعند معرفة كمان ملم بالقدرة عشان بالرأي تقدر تحارب والنصر يجي بكثرة المستشارين الحكمة مرفوعة فوق من المنافق وفي الشريعة ما يقدر يفوق خشمة اليشيل نية ليسوي الفسالة الناس ينادو سيد المؤامرة نيت المنافق هزنب وعمل الشماتي الناس يشيفو حرام كما توصف فحاليتك في يوم الدخ دايوصف كدر انت ما عندك قدرة كامل افدي اليودوهم للموت ونجي اليسوقوهم للكتل كانت تقول عن احنا ما عرفنا شي فوقا هل اليوزن القلوب ما يشيف ولا اليحفظ حياتك يعرفها ويكافي اي نادم حسف فعلة يا ولادي اكل الاسل اشان هو حلو اصبع واحد من الاسل حلو في لسانك اعرف كدر الحكمة كله تبقى ليك مثل ده وكان ليجيتها تلقى المستقبل وعشمك ابدا ما ينقطع ما تبقى عاصي وتخد شرك جنب بيت الصالح وما تخرب بكانه الي ينجم فوقه عشان الصالح يقدر يقع سبع مرات ويقوم لكن العاصي كو وقع في المصيبة باتام ما يقوم ما تفرح وكت عدوك يقع وما تنطط وكت رجلين يترتع وده عشان الله يشيف فرح تكدي ما عديله ويخلي الغضب الاول ينزل فوق عدوك ما تزعل بسبب الفسلين وما تحسد العاصيين عشان الفسلين ما عندهم مستقبل والعاصيين نورهم يموت يا ولادي أخاف من الله والملك وانقرع ما تمشي مع المعارضين عشان خرابهم يجي بغفلة وياتوا يعرف نفر الإقاب اليجي من الله ومن الملك أمثال آخرين هن حكمة دول أمثال آخرين هن الحكيمين كان القاضي يدنقس الشريعة دم عديل وكان يقول للعاصي انت باري الشعب يعيروه والأمم يلعنوه ولكن كان يغلط العاصي ينجح ويلقى البركة والخير كان ترد لرفيقك بكلام صحيح توصف لي شدد محبتك تمم خدمتك وجهز زرعتك وبعد ذا أبن بيتك ما تشهد بيكذب في أي نادم وما تغش بكلامك وما تقول الشيء السوا فوقي اني سوي فوقه نقبل أي نادم حسب فعله نتيجة الكسل يوم واحد أنا جم زرع الكسلان مشيت وجم جنينت المطنوس عديت وداهو شفت الشوك في كل بكان وقش مغطي الأرض ما تنشاف بطان والزريبة درادرها الكسر ودفق وخلاص صفت الشيء دا وفي قلبي كربته ولقيت أدب من كل شيء الشفتة انت تقول تنمشيه وتنجم الشيء وتطبق إيدينك وترجد الشيء وبعداء الفقر يجيك مثل السراك والتعب يقربك مثل ربات الدروب الأمثال الفصل خمس وعشرين أمثال آخرين هنا سليمان ودول قلاء أمثال سليمان اللموهم رجال حزقية ملك يهوزة مجد الرب قاعد في سره ومجد الملوك قاعد في السر الليكشفوه السمى بعيدة والأرض عريضة وفكرة الملوك كل ما أكيده أمرق الوسخ من الفضة وبعداء السياغ يصنع بيها معون سمح أمرق العاصي من جنب الملك وبعداء ملك يزبط في العدالة ما تكولف قدام الملك وما توصف نفسك في أسطى الكبارات أخير يقول لك تعال فوق هنا من يعيبوك قدام المسؤول ما تسعجل وتكلم في الشريع بالشافة عينك تسوي شنو كان في الأخير خصيمك يخجلك حل مشكلتك مع جارك ولكن ما تمرق عشير الآخرين عشان كان سمعوه يعيبوك وكلامك الملك من خشمك وما يقبل الكلام النافئ الحجو في وقته يغير فكر المسؤول والكلام الحلو يكسر الأضم كان لقيت أسل آكل منه اللي تمك عشان ما تشبع منه زيادة وبعدين يقدفك ما تكتر مشيك لبيت رفيقك عشان هو يشبع منك وبعدين يكرهك اللي يشحد بيكدف في أخوه هو مثل السفروق أو السيف أو نشاب طرين أمان الخاين في يوم الدخ هو مثل سن المشقوقة والرجل المكسورة الغني جنب الحزنان مشل تقلع خلق النادم البردان وتصف العوارة طعام كان عدوك جيعان أن تياكل وكان عطشان أن تيشرب وبيداء العيب يقربه ويبقى مثل جمر الصبو في راسه والله يكافيك بالخير الزقاي التجي من الوطي تجيب المطر واللسان الليكشف السر يجيب الخطر أخير تسكن وحيدك في راس بيتك من تعيش مع المرأة تخالفك الخبر الحلو الجاي من بعيد مثل الألمي البارد في لسان الأيان كان الصالح يغصد بحالة العاصي ده مثل الرهد ألمي اليتلف وعين الألمي التعفن ما واجب تأكل العسب بكترة وما واجب تدور الناس يشرفوك في كل وقت الراجل الما يملق نفسه هو مثل مدينة الما عندها دردل يحميها الأمثال الفصل 26 المطموس وعملة الشرف ما بوافق للمطموس مثل البلد في الصيف والمطر في الدرت اللعنة بلا سبب ما تلحق هي تطير مثل أبو انفسي وتدور مثل صقر الصريمة سووها للجوات والعصر للحمار والصوت لضهر المطموس ما ترد للمطموس حسب طماسته عشان ما تبقى مثله رد للمطموس حسب طماسته عشان ما يقول عند حكمة كان أنطيت رسالتك للمطموس ده مثل قطع رجلك أو شريب السم المثل في خشم المطموس ما عنده فائدة مثل رجل الأعرك كان تنطي شرف للمطموس ده مثل انت ربط حجر في المقلع المثل في خشم المطموس مثل فرهانك كتر في إيد السكاري اليأجل المطموس أو يأجل المامعروف الماشي في الشارع هو مثل سيدة النشاب اليجرح كل الناس المطموس يقبل في نفاخه مثل الكرب يقبل يأكل القضافة أخير تخد عشمك في المطموس من تخد عشمك في اليحسب نفسه حكيم الكسلان وفكرة الكسلان مقول كيه فيه دود بره في أي شارع رايخ دود خطري وهو يشغل في فراشة مثل الباب الينفتح وينسد الكسلاني ديت إيدا في القدح وقدر يجيبها لخشم كل القاسلية وهو يشيف نفسه حكيم زيادة من سبع ناس عقلين أمثال وحدين اليدخل في مشاكل ماهنية مثل كرب كلب من أضنية النادم اليغشك ويقول أنا قاعد نلعب معاك هدى مش المشوطن اليزرقك بين الشاب مسموم ليقتلك كما في حطب النار تموت وكما في قوال الكلام يموت كترة الفحم تزيد الجمر وكترة الحطب تزيد النار والقوال يزيد المشاكل كلام القوال مثل الحلاوة تاكل وينزل في بطنك القلب الأزرق كان كلام حلو كلا ومثل جر الطينة الممسوح بفضة اليكره الناس يلبد وراء كلامه لكن قلب ملام بالغش كان كلام عجباك كلا ما تصدخ عشان قلب ملام بالفكر الحرام وكان يلبد كراهيته بغشكلة ينواحد ينكشف قدام كل الناس الينكت نقرأ يقع فوقها والحجر يقبل يرحق اليدردقة لسان الكذاب يكره الظلمهم وخشم الغشاش يجيب الدمار الأمثال الفصل 27 ما تشكر نفسك في التسويء باكر عشان في اليوم دا انت ما تعرف شنو يكون ما تشكر نفسك خلي الآخرين يشكروك وما تمدح نفسك خلي الناس يمدحوك صحيح الحجر التقيل وشوال التراب كل تقيل ولكن مشاكل المنافع تقال منهم الزعل يخوف والغضب يقلب مثل السيل ولكن ياتو يقدر يقيف قدام الحسود أخير الرفيق اليلومك من الليلبط ريت تاليك جروح الرفيق عندهم أمان ولكن حب العدو غشاش الشبعان يفجق العصل الصافي ولكن الجيعان الحمدل كل حول لي الراجل الجرى من بيته مثل الطير الخلى عشا العطر والبخور يفرحو القلب وحب الرفيق ينلاقي في وسيطه النافع ما تخلي رفيقك ولا رفيق أبوك وفي وقت الضيخة ما تمشي في بيت أخوك جار قريب أخير من أخو بعيد ياوي لدي أبغ حكي وفرح قلبي وبيدا نقدر نرد لليلوموني العاقل يشي فشر ويباري ولكن الجاهل يقع فوغ ويأزي اليضمن نادم ما معروف يشيل خلق وكان يضمن أجنبي أكرم من خطمان اليبكر ليسلم أخو بعو بركة دي يجعلوها لي لعنا على المرض دائما مخالفة خلافها ما يقيف مش التكتاكة الإينة ما تنقرب مثل الريح ومثل الدهن في بطن الإيت الحديد يطرق الحديد والإنسان يطرق الإنسان اليريز زرعة تمر يأكل من تمر والخدام اللي يفكر في سيدا يلقى شرف في الألم ينشاف وجه الإنسان وفي قلبه تنشاف نفسه شهوة الإنسان أبدا ما تجبع مثل الموت والهلاك أبدا ما يجبع بالنار الصياغي يكشف الضهب والفضة ولكن الإنسان ينعرف بسمعته كان تدق المنافق مثل دقين الغلة بين الفندق والعمود كله أبدا ما يخلي نفاقة أعرف غنمك عديل وريز دور بهايمك أشان الغناء ما يدوم إلى الأبد والتاج ما ينحفط من زرية لزرية وقت القش اليابس يكمل أقطع الحياة الأخضر ولم قش القوز من صف الغرفان تلبس خلق وبتمن التيوس تشري زرع ولبن إنزاك يتم لإيشتك ولإيشت بيتك ولخداماتك الأمثال الفصل 28 كما يترضوكلا العاصي يجري وينبلس ولكن الصالح فحل مثل الدوت العصيان كان كتر في البلد حكامها يبقى كتيرين والسلام ما يجي إلا براجل فاهم وحكيم الراجل الفقران اليظلم الضعيفين هو مثل مطر الشديد التدمر كل شيء بعدها ما في معاش الياب القانون يشكروا العاصيين وليحفظوا القانون يقوموا ضدهم الفسلين ما يفهموا الشيء في العدالة ولكن اليفتشوا الله يفهموا كل الشيء أخير فقري ماشي بصحي من غني عايش بكذب الولاد الفاهم يتابع تعاليم أبوه ولكن اليرافق المخالفين يعيبه اليغنى بالربا الكتير ما لده الله ينطي ليحنف المساكين اليست أضانة من وصائل الله صلاة كل الله يجعلها حرامة وما يقبلها اليقود الناس الأديلين في الدربة الفسل وكل يقع في النقرة النكتها ولكن الناس التمامين يورس الخير الغني كان يشيف نفس حكيم كله الفقري الفاهم يقدر يعرف الفي قلبه بنصر الصالحين الناس يفرحوا وبنجاح العاصيين الناس يلبدوا اللبّد خطاياء ما ينجح ولكن اليوتوب من خطاياء ويخلي الله يرحمه مبروغ للإنسان الدائما يخاف من الله ولكن اليقوي راسه يقع في الشر الحاكم الفسل لشعب المسكين هو مثل الدود اليكر ونمر اليفر الحاكم المعند فيهم يكتر ظلمه ولكن اليكره المال الحرام يطول عمره كاتل الضم يجري للهاوية خلوا ما توقفوا اليمشي عديل ينجى والأعوج يشيل دروب اتنين ويقع عجله اليحرط أرضا يشبع بالمعاش ولكن اليتابع الهواء يشبع بالفقر النادم الأمين يلقى بركة كبيرة ولكن اليساجل للغنى ما يجعل بريه القاضي ما واجب يدنقس الشريعه ولكن بسبب لغم واحدة بس الإنسان يخطى الراجل الطماء يجري والغنى وما يعرف كده الفقر يقع فوقه اليلوم أخو في الأخير يلقى رضاية وده أخير من يغشى بكلام حلو اليسرق أبو وأمى ويقول ده ما خطى هدا نادم اليجيب الخراب الطماء يجيب الهراج ولكن اليتوكل على الله يلقى الخير اليتوكل على نفسه هدا مطموس ولكن اليمشي بحكمه هدا ينجح اليرحم المساكين شيء ما يقصر ليه ولكن الأبا ما يشيف تعب الآخرين يلقى لعنة كثيرة وقت العاصيين ينجحوا الناس يلبدوا وقت العاصيين يدمروا الصالحين يكتروا الأمثال الفصل 29 الراجل الفكه أضانه وقاعد يقوي راسه يرحك مرة واحد وبتام ما يلقى إلاك كان الصالح ينجى الشعب يفرحه لكن كان العاصي يحكم الشعب يقنته ألي حب الحكمه يفرح أبوه ولكن ليمشي للشرامين يوضر ماله الملك ليحكم بالعدالة يعمر بلده وليكتر الميري في شعبه يدمرها ألي غشي رفيقه بكلام حلو ده مثل يكت شرك تحت رجلينه أصيان الراجل الفصل ده مثل شرك ولكن الصالح يرقرق ويفرح الصالح يعرف حقوق الضعيفين ولكن العاصي ما يدور يعرفهم الشماتين يقوموا الفتنة في الحلة ولكن اللي عندهم حكمة يبرد الزعل كان الحكيم يقعد في الشريع ضد المنافق وما يلقراها عشان المنافق يزعل ويشمت كالتالين الضمم يكره الراجل التمام ولكن العديلين يحم حياته المطموس يقول كل كلام قلبه ولكن الحكيم يسبت نفسه الحاكم يقن يخط أضانا للكلام الكذب كل مسائيل يبقوا فصلين الضعيف والظالم هم من سوا سوا عشان الله بس أنطاهم الحياة الملك اليحكم للمساكين بالحق ملكا يدوم إلى الأبد الضربة واللوامة يجوب الحكمة ولكن الماء مؤدب يعيب أمه كان كترو العاصيين يكترو الزنوك ولكن الصالحين يشيفوا وقعينهم أدب وليدك أشان تلقراها ونفسك تملي بالفرحة الشعب كان ما عندهم رؤية للمستقبل ما عندهم حدود ولكن مبروك لليحفظ وصايد الله ما تأدب العبد بالكلام بس ويفهم ولكن ما يطبخ أخير تخط أشمك في المطموس من النادم اليرد أجلى بلا فكر ما تجلي أبدك منه صغير أشان في الأخير هو يعصاك الزقال يجيب الهراك وسيد الغضب يكتر الفسالة اليعظم نفسه يرموه ولمسك النفسه يشرفوه رفيق السراك عدو نفسه يعرف العقاب وبيده كله يلبد الجريمة الخوف من الإنسان ده مثل شرك ولكن الله يحفظ ليتوكل عليه ناس كثيرين يفتشوا رضا الملك ولكن الله بس الحاكم في الناس الصالحين يحرموا الظلم والعاصيين يحرموا الدرب العديل الأمثال الفصل الثلاثين كلام أغور ده كلام القالة أغور وليدياقة كلام من الله الراجل ده حجة لإتييل لإتييل ولأكال هو القال أنا مطموس من كل الناس وما عندي الفهم الواجب للإنسان أنا ما علمت الحكمة وما عندي معرفة القدوس ياتو الطلع في السماء ونزل منه وياتو كرب الريح في لب إدينه وياتو الصر الألمي في لب خلقه وياتو الخلق الأرض وخط حدودها وهو اسم ياتو وياتو اسم وليده قول لي كان انت تعرفة كل كلام الرب صافي وعند ضمان وهو مثل درجة يحمي اليلجؤ ليه ما تزيد أي كلمة في كلام الله أشان ما يلومك ويجعلك الضاب يا رب نسألك أشياء اتنين أنطيهم لي في حياتي بعيد الكلام الباطل والكذب مني ولا تسويني فقري ولا غني إلا الأكل الواجب لي بس أنطيني أشان كان غنيت وشبعت أكون نكفر ونقول الله دا ياتو أو كان فقرت واتعبت أكون نسرك ونتلف اسمك يا إلهي أمثال آخرين ما تعير الخدام قدام سيدة أكون الخدام يلعنك وعند تبقى خاتي في ناس وحدين يلعنوا أبهاتهم وما يباركوا أمهاتهم في ناس وحدين يحسبوا نفوسهم طاهرين ولكن ما غسلوا النجاسة من جسمهم في ناس وحدين نفسهم عجبيهم ويحقروا الآخرين في ناس وحدين فواطرهم مثل المغس ودروسهم مثل السكاكين ليودروا المساكين من الأرض ويكملوا الضيفين من أسطى الناس أبو انقردان عند بنات اتنين أسمهم أنطوني أنطوني في ثلاثة أشياء أبداً ما يشبعه والرابع ما بقول كفة وهما الموت والمرى الأقري والأرض العطشاني والنار هي أبداً ما تشبع العين التحقر الأبو ما تطيع الأم غرابات الوادي يسلوها والصقور يأكلوها فيها ثلاثة أشياء ما أنفهم ليه والرابع كل ما عرفته وهما الطريقة اليطير بيها الصقور في السماء والطريقة اليمشي بيها الدابي في الحجر والطريقة التعوم بيها السفينة في البحر والطريقة المحبة بين الراجل والمرى داهو حال المرى الزانية هي تأكل وتقش قدومها وتقول أبداً دا ما فصل ثلاثة أشياء يجوبوا البرجال في الأرض والرابع ما بنحمل أبداً وهما العبد كان بيقي ملك والمطموس كان بيقي غني والمرى المكروها كان أخذت والخادم كان شالت بكان ستها في أربع حيوانات صغار في الأرض وعندهم علم زيادة وهما النملة هما جماعة الما عندهم قدرة ولكن يخزن أكلهم في الدرت وتيس الحجر هما جماعة الما قويين ولكن يسكنوا في شقوق الحجر وساعة الليل هما ما عندهم قايت ولكن يسيروا بمجموعات وبنظام وأب شبش تقدر تقرب بإيدك ولكن يعيش في بيوت الملوك ثلاثة يمشوا بخطوات سمحة والرابع يمشي بكلفية وهما ندود فحل في كل الحيوانات وما يجري من شيء والديك اليروغ في لب الجدات والتيس والملك الما يقدر يقوم ضده كم بينفاق تشكر نفسك أو تقول تسوي فسالتك ألزم لسانك أشان دقين اللبن يجيب الزبدي ودقين المنخر يجيب الدم وقومين الزعل يجيب الهراج الأمسال الفصل واحد وتلاتين وصية للملك لامويل داهو الكلام القالو للملك لامويل ودي الوصية الأمم أنتطها ليه شنو نقول لك يا ولدي شنو نقول لك يا وليد مسراني شنو نقول لك يا وليد نتيجد معاهدتي يا ولدي ما تنطي قدرتك للعوين وما تخلي اليودر الملوك يقودنك أسمع يا لامويل الخمر ما عديل للملوك والمريس ما عديل للسلاطين عشان كان شربو ينسو القوانين ويقلعو حقوق التعبانين والمريس دي توافق للقريب يموت والخمر لحياته مرة كان يشربها ينسى فقرة وأبدا ما يذكر تعبه أفتع خشمك ودافع للأبكم وأضمن حقوق هنا كل الضعيفين أفتع خشمك وشارع بالحق ودافع لحقوق الفقرانين والتعبانين المرى الاندها شرف المرى الاندها شرف ياتو يلقاها قيمتها زيادة من الضهب الصافي راجلها مؤامنها مرة واحد ومعاه ما يقصر لي الشي هي ما تسوي لي شي فصل إلا الخير في كل مدة حياته هي تفتش قطن وصف غنم وبنية واحدة تترهم هي مثل سفينة التجار دايما هي تجيب أكلها من بعيد تقوم بفجر بدري وتجهز أكل لناس بيتها وتقسم العمل لخداماتها هي تفتش زرق وتشريه وبقرسها حلالها تمقن جنينة إنب تربط صلوبها وتشجع نفيشها في خدمتها هي مؤكدة كدر تربح في تجارتها وفانوسها حي لحد أسطى الليل بكفينها تتر القطن بأصابحها تلف المترار هي تساعد التعبانين وتمت إيتها للمساكين هي ما تهم للناس بيتها من البرد عشان أي واحد لابس خلق تخين هي تسوي لنفسها غطايات سمحين وتلبس خلقان هنقط غاليين وراجلها مكرم في حلته وكد يقعد مع شيوخ قبيلته وهي تخيط خلقان وتساوكم وتطفر كالرابات والتجار تبيحهم هي معروفة بالإز والشرف وفرحانة عشان عندها عشان في المستقبل تحجي بحكمة وتوصي الناس بالخير دايما تراخب في بيتها والكسن أبدا ما يكربها وعيالها يقم ويقول مبروك عليك وراجلها كل يشكرها ويقول كتير من الأوين وصفا شرفهن ولكن كلهن كي انتي فتيهن سماح المرأ يغش وجمالها يزول ولكن الخاف من الله هي بس يشكروها كفوها تعبها في شأن خدمتها وأشكروها قدام ناس حلتها اشتركوا في القناة جب يا تعجر ال؟لقات لك اشتركوا في القناة